كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن واشنطن والخرطوم تقتربان من التوصل لاتفاق يضع الأساس لشطب الخرطوم من القائمة الأمريكية للدول التي ترعى الإرهاب المجلة نقلت عن مسؤولين ومساعدين في الكونغرس أن الاتفاق يقضي بتعويض بحايا الإرهاب الأمريكيين بما يصل إلى 335 مليون دولار فهل يصل الاتفاق إلى خواتيمه وينهي القضايا العالقة بين البلدين معنا الآن من واشنطن الدبلوماسيا السابق بريت بروين سيد بروين مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار هل المسألة العالقة بين واشنطن والخرطوم هي مسألة التعويضات أم أن هناك قضايا أخرى يجب على الخرطوم أن تفي بها قبل رفع اسمها عن قائمة الدول الراعية للإرهاب في نهاية المطاف هذا أمر سياسي وعلى الطرفين أن يجد حلا والحاجز هنا ليس صعبا وإنما الأمر فقط يتعلق بالخول في بعض التفاصيل وحلها ودعونا نكون واضحين بالنسبة للوزير بومبيو أو الرئيس ترامب كان لديهم بعض الصعوبات والعراقيل في التوصل إلى اتفاق وأن يجد تسوية ديبلوماسية وعلي القول إنهم أحرزوا تقدما جيدا وإيجابيا ولكن بالنظر إلى أن السودان اليوم سيد بروين يعني دولة في وضع انتقالي دولة شهدت تغيير للنظام الآن هناك حكومة مشتركة بين المدنيين وبين العسكريين على أمل أن تنتهي الأمور في نهاية المطاف إلى حكومة مدنية بصلاحيات كاملة ألا ينبغي على دول مثل الولايات المتحدة أن تساعد السودان في هذه المرحلة الانتقالية لأنه في نهاية المطاف أن تصل السودان إلى مرحلة الاستقرار هو يصب في النهاية في مصنحة الولايات المتحدة أعتقد أن هناك عددا من العناصر نعم ما قلته صحيح الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تساعد الحكومة الانتقالية من أجل أن تصل إلى تسوية نهائية حول هذا الأمر وأن يكون هناك إعادة للديمقراطية في السودان ومع ذلك هنا في واشنطن هناك ضغط سياسي من أجل أن لا ننسى ما حدث خلال الحكومة السابقة لذلك يجب أن تبدل جهود من أجل تقديم تنازلات ترضي المصالح السياسية هنا في واشنطن وكذلك المصالح بعيدة المدى للسودان وعلينا أن لا ننسى أيضا تلك المصالح المشتركة بين السودان وأمريكا من أجل تطبيع العلاقات ولذلك أعتقد أن الزخم يسير في الاتجاه الصحيح والأمر فقط يتعلق بالتهديئات والحل بعض التفاصيل أشرت إلى مسألة التطبيع وأنت ربما تشير هنا إلى مسألة العلاقة مع إسرائيل لأن البعض خلال زيارة الوزير بومبيو إلى السودان ربط ما بين رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعي للإرهاب وبين إقامة الخرطوم علاقات طبيعية أو علاقات اعتيادية مع إسرائيل هل ترى أن هذه مسألة أساسية من وجهة نظر الإدارة الأمريكية؟ أعتقد أن ذلك كان جسرا ربما طويلا ويعرف بومبيو أن هذه الحكومة السودانية انتقالية وبالنسبة للمطالبة بعقد علاقات مع إسرائيل في وجهة النظر لم تكن خطوة ذكية أن تطلب من حكومة انتقالية ربما كان يجب الانتظار حتى يكون هناك حكومة منتخبة مباشرة من الشعب ولا أعتقد أن على بومبيو أن يضغط كثيرا لأن هناك الكثير من القضايا العالقة التي يجب حلها قبل أن نصل إلى تطبيع علاقات بين إسرائيل والسودان لماذا تعتقد هذه الإدارة سيد بروين بأن السودان دولة يعني مرشحة لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل لماذا يعني هذه النظرة إلى أن السودان ربما قد تكون الدولة القادمة في إقامة مثل هذه العلاقات؟ أعتقد أن هناك عنصرين أولا أنت تحدثت عن مسألة الحكومة الانتقالية للسودان لأن السودان تعترف بإسرائيل بعد أن تزاح وتزال من قائمة الدول الدعية للإرهاب لذلك أعتقد أنه لا يجب أن نتحدث عن الأمر باعتباره شروطا ديبلوماسية من أجل إقامة علاقات بين إسرائيل والسودان العنصر الثاني هو فيما يخص الطابع الانتقالي للحكومة السودانية لأنه إذا أقدمت على أشياء جذرية فقد تهدد استقرارها لذلك أقول من الذكي الآن عدم التسرع وإنما الانتظار إلى أن يكون هناك حكومة منتخبة مباشرة كان هناك لقاء في فبراير الماضي كما تذكر سيد بروين بين رئيس المجلس السيادي الفريق البرهان ورئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنيهو البعض تفاجأ من هذا اللقاء هل هذا مؤشر على أنه بالفعل السودان قد يكون مستعدا في المرحلة القادمة للبدء في علاقات اعتيادية مع إسرائيل؟ نعم أعتقد ذلك وأرى أيضا أن الحكومة الإماراتية قد قدمت نموذج وأظهرت للحكومات الأخرى بما في ذلك الحكومة السودانية أنها نموذج يحتدى لأن هناك مسعى إلى إقامة علاقات اعتيادية مع إسرائيل ولذلك بدأ الأمر بهذا النقاش والحوار وأن يكون هناك جماعة علنية لتمهيد الطريق لإقامة علاقات عادية ولتشجيع الأشخاص والأطراف الأخرى على التفكير في إقامة علاقات اعتيادية وبما في ذلك السودان وقامت علاقات حتى تصبح إسرائيل شريكا ديبلوماسيا استراتيجيا وهذا بطبيعة الحال ربما يكون سابقة في وقت الحال لكنه سيصبح إسرائيل في وقت لاحق وسيكون نموذجا لعدد من الدول شكرا لك بريت بروين الديبلوماسيا الأمريكي السابق كان معنا مباشرة من واشنطن